ليعقل بأن وصلت الجرائم في العراق لدرجة يقدم فيها شاب مراهق على قتل أفراد العائلة بأكملها وما السبب؟ أول شيء مساء الخير عليكم على قناتكم الموقرة طبعا نرجع السبب احنا للتخطيط الكبير اللي تقوم بها الإرادات الدولية على العراق ممكن من عام 2004 الأمم المتحدة قرد قانون مكافحة الجريمة المنظمة وإحنا كحكومة عراقية نضمينا عام 2007 لهذه القانون الجريمة المنظمة لا تختصر فقط على المخدرات لكن على تجار البشر وعلى التهريب وعلى الأسلحة وغيرها اليوم أعتبر المخدرات في العراق أعتبرها حرب حرب من إرادات وصراعات دولية تريد تفكك المجتمع العراقي ونسيج الأسرة العراقية اليوم إحنا إذا هذا الشاب إذا وصل لمرحلة الإدمان على المخدرات وقاعد يقوم بجرائم فاقد بها العقل المدرك وغير واعي من يقود المجتمع؟ من يقود الدولة؟ مؤسسات الدولة؟ من يقودها بالمستقبل؟ هذا لا تتوقع من أنه الجيل القادم للمستقبل أولادنا وين لح يصير؟ أمر خطير يعني إذا تنظر من منظار استراتيجي أمر خطير للدولة العراقية ما يكون إذا العامود الفقري أي كل دولة هو الشاب الشباب هي طبعا الحكومات السابقة والمجلس النواب السابق إلى أثر سيء هي لدى تقود مؤسسات الدولة إذا هذا الشباب يصبح غير على الشباب خلاهم بين مطرقتين الأرهاب والإدمان اليوم إحنا على الحكومة الجديدة ومجلس النواب الجديد أن يشرع قوانين أن يحتضن هذا الشباب لاستفادة معدهم وفتح وزجهم بالمجتمع من جديد وخاصة الأشخاص المتعاطين لازم نغير قانون التعاطي لأن إذا الشخص يبلغ أنه متعاطي هذا يسجن أكثر المتعاطين تجيهم ما يرحون ما يرجعون للدوائر الخاصة بتأهيل الأشخاص من الإدمان المخدرات وغيرها سيد سيف بما أنك تتحدث عن الجوانب الاستراتيجية والتخطيط وذكرت أن العراق دخل عام 2007 اتفاقية دولية فيما يتعلق بالجريمة المنظمة هناك سؤال يطرح اليوم ما جدوى هذه الاتفاقيات التي يدخلها العراق ولا يوجد تنفيذ ربما يرتقي إلى حجم هذه الكارثة سؤال جيد اليوم نحن المؤسسات الأمنية جميعها عندنا السبب وين لأنه كضباط وكأجهزة أمنية قاعدة تقود بما موجود عدها تعمل بهو الموجود عدها لكن احتي لي كحكومات كحكومات اجدتي في السابقة واللي موجودة دعم الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية بالأجهزة الفنية وغيرها والمعدات وهذه كلها يترك أثر اليوم الجريمة المنظمة تعتمد على محاور محاور اليوم إذا وجد تمويل وجد التمويل أولا التمويل وثانيا التجنيد تجنيد الأشخاص يعني التوزيع توزيع هو توزيع قد يكون مواد مخدرة وغيرها وكذا وأيضا دعم قد يكون من سياسيين فاسدين أو من أشخاص فاسدين في الدولة هذه الجرائم المنظمة عالميا يعني اللي موجودة في كل الدول هذه الأركان الأساسية اللي تقوم عليها اليوم احنا لازم كجريمة منظمة مكافحة جريمة منظمة تلقسم إلى قسميا اليوم عدنا شأن داخلي اللي هي تقودها مديرية مكافحة جريمة منظمة وغيرها وعدنا شأن منظمة دولية اللي هي تابعها جهاز المخابرات الوطنية لأن هذا اختصاص المنظمات الدولية طبعا المنظمات الدولية اللي شرتلها الآن بالبداية اللي تحاول تنفذ أجندة سياسية تحاول تفكك المجتمع العراقي هذه طبعا وراها أجندات دول وصراعات دول تريد تنهي المجتمع العراقي والأسرة العراقية ونعتبرها حرب بالإضافة إلى حرب الأرهاب وهذا أيضا ينضم لها حرب المخدرات حرب على المجتمع العراقي ومحاولة تفكيكه وعدم وصول قيادات شابة أنه تقدر تقود بمستقبل مؤسسات الدولة في العراق